مشروب الكركديا البارد بديل رائع وصحي للعصائر المعلبة في البداية أضيف تقريباً ربع كيلو من الكركديا المجفف وأغسله على البارد بعدين أضيفه في قدر وأضيف عليه تقريباً من ثلاثة إلى أربعة لتر ما مغلي بعد ما يغليه نغطي عليه ونتركه تقريباً نصف ساعة وهذا شكله بعد انتهاء مدة الطبخ نصفيه في جيك قزاز وبعدين نصب المستخلص في أكواب ورق ونتركها لحد ما تبرد بعدين نحطها في الفريزر لحد ما تجمد ولتحضير المشروب نضيف كوبين من المستخلص المجمد في الجيك ونضيف عليه موية مبردة وفنجان سكر ونحرك الحد ما يذوب وبالعافية